اشتركوا في القناة نهاردة عن حسن الخلق وهنكلم كمان هنجيب أدلة من الأحاديث والسنة تدل على حسن الخلق هيكون معانا النهاردة الشيخ محمود النجار أحد علماء وزارة الأوقاف صباح الخير صباح الخير عايزين نهارة في الأول يعني ايه حسن الخلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير من بعث بالرسالة وسلمت عليك الغزالة وآمن به المضر وكلمه الحجر وانشق له القمر واستجاب لدعوته الشجر وحن إليه الجزع وضر إليه يابس الضرع وسبحت في يده الحصباء ونبع من بين أصابعه الماء اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد في الحقيقة حضرتك طرحت موضوع مهم جدا جدا بعد الثورة النسك الليها تتكلم في انفلات إعلامي أو انفلات مثلا في الشارع أنا بتكلم عن انفلات أخلاقي إحنا لو أخلاقنا رجع التاني بلدنا هترجع أحسن بلد في الدنيا الأخلاق مهمة جدا في حياة الإنسان والأخلاق ليس لها دين يعني ممكن تلاقي واحد حضرتك بوزي وعنده أخلاق واحد غير مسلم وعنده أخلاق وإحنا كتير بنقول يعني إحنا بنشوف ناس يعني ملهاج دين بس بنقول إيه دا دا بيتعامل زي ما الإسلام قال بالضبط صحية يعني هو الأصل إن إحنا نتعامل لو تعاملنا بالإسلام إحنا نرتاح وهنريح الناس كلها لكن للأسف إحنا بناخد قوانين وضعية وبنجيب قوانين من الشرق ومن الغرب وزي ما بقول بيرام التونسي قال كلام جميل بقول إيه بقى إن إحنا بنمشي وراء الناس حتى لو غلط الغرب يقصد يعني فبقول إيه باريس تقول جرجروا الفساتين نجرجرها تطلع موضة تلاقي الفستان طويل قوي ترجع تقول أصروها نقصرها والخمرة مش حرام والجوزة نكسرها عميان وعايزين مجانيننا تسحبنا ولو يخوضوا بنا الأوحال يعجبنا أعداءنا هي اللي تودين ويجبنا القضية قضية أخلاق حضرتك ترحت سؤال إحنا صحيح في زمن يعني كثرت فيه الماديات وطغت على الروحانيات طيب معنى الأخلاق إيه الأخلاق هي التحلي بالفضائل والتخلي عن الرزائل تحلي بالفضائل والتخلي عن الرزائل أو بسط الندى وكف الأذى كف الأذى عن الناس يقول الجنيد رحمه الله أربع ترفع العبدة وإنقل علمه وعمله أربع حاجات بترفع الإنسان أقولهم لحضرتك حسن الخلق والتواضع والسخاء والحلم حسن الخلق والتواضع والسخاء والحلم الأربع دول بيرفعه الإنسان عند ربنا حتى لو قل علمه وعمله المهم أننا ما أعملش كتير المهم أننا ما أزيش الناس أننا ما أزيش الناس يعني حضرتك كل حاجة ممكن ربنا يغفرها للإنسان إلا الظلم إلا إذاء الناس يعني أنا ممكن أعمل حاجة بيني وبين ربنا فربنا يقول أهعفو عنك لكن بيني وبينك حقوق العباد لازم العبد هو اللي يسامح يعني ربنا يعني لا يسامح في حق للعبد تمام ولذلك من شروط التوبة حضرتك أن الإقلاع والندم والعزم ورد المظالم إلى أهلها عشان ربنا يقبل لازم ترد المظالم إلى أهلها أو لو مثلا أنا عملت حاجة مش كويسة في حد وأنا ندمت والحد ده مثلا مات أعمل إيه يعني أنت بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يسمحك ويرفر لك أنا سمعت أن أنا دعيله كمان وتدعيله ما فيش مشكلة وأن أنت تطلع صدقات عنه يعني تطلع صدقة على روح فلان إذا مات ابن آدم انقطع ملوه إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يا أنت لو عملت فيه حاجة يعني استغفر ربنا ويدعيله وربنا إن شاء الله يتقبل منك حال الأخلاق ده شيء بنتولد به ولا نكتسبه من خلال تربيتنا ومن خلال المجتمع الذي نعيش فيه جميل طبعا هناك فريق من العلماء قالوا بأن الأخلاق غريزة الإنسان بيتولد بيها ويستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم يعني النبي بقول إيه عشان أبسط أكتر بقول إن الله قسم بينكم الأخلاق كما قسم بينكم الأرزاق ولذلك هو كده الإنسان ممكن إيه يتولد بالأخلاق الحسنة وهناك فريق قال بأن الأخلاق مكتسبة البيئة المناخ اللي حضرتك بتعيش فيه ديت بيديك أخلاق سواء كانت حسنة أو سيئة أو سيئة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ينظر عفوا في المرآة كان يقول اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي بل إنسان مجبول أنه يدعي ربنا لو أخلاقه سيئة يقول يا رب حسن أخلاقي أنا أريد أن أخلاقي تكون حسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ما قالش أكثركم حجا لبيت الله أو معتمر أو المتصدق أو كذا أو كذا قال إن أقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاقا والحديث الجميل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني فيه أخلاق في الأنبياء السابقين والنبي جاي يكمل الأخلاق صلى الله عليه وسلم لذلك حضرتك سيدنا أنس يقول خدمت النبي عشر سنين دي أخلاق النبي اللي المفروض نحن نتعلمها ما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته يقول أنس وما مسسته حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله وما شممت عطرا ولا عنبرا أطيب من عرق رسول الله القضية حسن خلق النبي حتى مع الخادم يعني بص حضرتك دلوقتي لو عندك خادمة أو عندك حدي بيشتغل معك في العمل يعني بيتعاملين من فوق مش من تحت بيتعاملين أنت أحسن منه أنت بنت كذا وهو ابن كذا خلي بالحضرتك لكن نبي سيدنا أنس يقول خدمت النبي عشر سنين عشر سنين ما قال لي أفن قط حتى أسكر لحضرتك حاجة جميلة يقول سيدنا أنس أرسلني النبي لأقضي له حاجة يعني بعتني في يوم أجيب له حاجة يقول فأبطأت على النبي تأخرت عليه فوجدت أطفالا يلعبون الكرة في الشارع وقيل في السوق فانحرفت إليهم يعني تفرج عليهم يقول فلما أبطأت وجدت من يمسك ثيابي من خلفي لقيت واحد مسك هدومي كده فنظرت إليه فوجدته النبي يبتسم في وجهي ويقول يا أونيس يا أونيس اذهب حيث أمرتك يعني شوف اللطف وحسن الخلق عندي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاجة جميلة جدا الأخلاق في القرآن آيات كتيرة جدا بس عشان وقت حضرتك أنا أخذ كم آية يعني أقولنا آه كم آية يعني مثلا نتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بقوله يا محمد خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يقول جعفر بن محمد ما في القرآن القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية ما فيش في القرآن آية جمعت مكارم الأخلاق زي هذه الآية تمام تفسر لنا بعن آية تمام خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض وأعرض عن الجاهلين خذ العفو حضرتك في أول كلامك في المقدمة الجميلة بشكرك عليها قلت أن ثقافة الحوار اللي بيننا كل واحد بقول رأي هو الصح تم تيجي نسمع رأي التاني لكن لا أنا رأي صح وأنا اللي فوق الكل ولازم كله ينفذ اللي أنا أقوله أنا أصلا ممكن ما بسمع التاني بيقول لأن أنا على طول متحفز وعايز أرد قبل ما يخلص كلامه ده مشكلة القرآن حضرتك يعني يفهم الناس إزاي يفتحوا ثقافة حوار مع الآخر حتى ولو كان على غير الإسلام ولذلك ربنا يقول للمشركين إيه وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ركز حضرتك في الآية كوي وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإن أو إياكم لعلى هدى الأصل يقول إيه إنتو في ضلال وإحنا في إيه في هدى لكن ما قالش كده لابقوا إيه يعني إحنا الاتنين زي بعض يلا نقعد مع بعض بس يلا نسمع بعض وإيه دي القضية يلا نسمع بعض وإن أو إياكم لعلى هدى واحد فينا على هدى والتاني في ضلال مبين تبقى أسألك هو المسلم في ضلال لا لا ممكن المسلم يؤف ضلال إستحالة كون في ضلال لو مش عارفوا مردينه صح يعني المنهج واضح لكن تشوفوا الأدى في القرآن معهم ولذلك بعد كده يقول إيه ربنا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا عما تعملون أصل الكلام يقول إيه إنتو اللي مجرمين وإحنا اللي بنشتغل ونعمل ده ما قالهمش كده ده قال إيه قل لا تسألون عما أجرمنا إحنا مجرمين بس تعالوا اسمعونا اسمعوا منا صح اسمعوا منا ما تسمعوش عنا لذلك تلاقي كل الناس والفضائيات والتكشو كله بيتكلم في قضية عشان يسير الناس وإحنا بنقول عايزين الدنيا تهدأ وعايزين نكون عندنا حسن خلق قول الإمام الشعراوي الجميل لما قال إن الثائر الحق من يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد وإحنا هدمنا فساد تمطي الله لابني الأمجاد من قال إن بنان الثوار يوما سيلمس تاريخا فينفجر من قال أن خطى الثوار مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر من أين جاء ولم يخبر بهم قط مؤتمر جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماض الشضايا أورق الشجر جيل تألق في آفاقه حجر استغفر الله بل هز الورى حجر وكان ما كان من صحو ومن مطر وأول الغيث قطر ثم ينهمر وقد رموا ظالمين بأحجار مسومة ألقت بها سقر وما رميتم ولكن الإله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر عايزين نهدأ عشان نبني لكن كل المزارات الفئوية البلطجية الناس اللي بتكسر اللي بتخرب في البلد عجبنا حاجة جميلة اللي بيحب مصر ما يخربش مصر ما يخربش مصر حاجة جميلة جدا ياريت إن احنا نعمل بيها انت عايز حاجة بأدب وبأخلاق ما روحش المكان هناك وقول يا جماعة أنا عايز كذا أنا معرفش أو بالقوة فيش حاجة اسمها بالقوة وما اللي احنا عملنا ثورة لي واللي احنا هدمناه في بلدنا ده هيحتاج فلوس ويحتاج مجهود وهاياخد يعني ومش هنبني بقى يعني في حاجات تانية تستحق البناء لكن ما نهدمش ونرجع نبني اللي هدمناه من الأول تاني كمان يا والستاذ إيمان نحن عندنا حاجة جميلة جدا عندنا آية جزء من آية كفيل بإصلاح الأمة أيوة الآية نختار بها البرنامج النهاردة تفضل احنا خلصنا أيوة خلصنا تفضل هتقول الآية الآية ده جزء من آية ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله كان عليكم رقيبا في كل حاجة تلاقي لو واحد بيسرق لو عارف إن ربنا شايفه والآية قدام عينه مش هيسرق خدت بالحضرتك الإنسان البلطاجي اللي قايم عشان يموت أخو المصري ده لا بس ومحدش شايفه هو من بعيد كده بيعمل حاجة تقوليله إن الله كان عليكم رقيبة ربنا شايفك هي هي دية القضية عايز بنام وقتنا خلص احنا لسه ما قلنش حاجة في حسن الخلق لكن عايز أقول لحضرتك إن أنا عايز وصية عملية نشتغل بيها يعني إلى لقاءات قادمة إن شاء الله اللي هو أن نتعامل بالناس بالفضل لا بالعدل رأي حضرتك بالفضل ولا العدل بالفضل بالفضل أحسن تفي درجة أحسن من الفضل والعدل وهي درجة الإحسان أن تحسن إلى الناس والناس يسيئون إليك وكما قال أحد الصالحين كونوا مع الناس كالشجر يرمى بالحجارة فيعطي أطيب الثمر ده أحسن كلام هنختم به فقرتنا النهاردة فضلت الشيخ محمود النجار بنشكر حضرتك على جدت معنا شكرا مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا بسلسة مكاملين معيك وبأي فقارات نهارك سعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر